منذ بدايات القرن العشرين سجلت فلسطين مكانة ريادية في مجال الثقافة السينمائية متخدمة على معظم الدول العربية أول صالة عرض للسينما في القدس تأسست عام 1908 أطلق عليها دار أوراكل عرضت فيها الأفلام العربية والأجنبية تلتها سينما أوريون وريكس وعيدن وأديسون استطاعت تلك الصالات نقل الحياة الاجتماعية والسياسية في فلسطين في ذلك الوقت في الوطن العربي لم يكن في دور عرض مماثلة سوى في دولة مصر الشقيقة أما الدول العربية لم تكن متقدمة في ذلك الوقت يأتي إلى فلسطين المخرجين العالميين ليعرضوا أفلامهم في فلسطين في العروض الأولى حتى دور السينما هذه كانت في الجزء الغربي من القدس وحين استولى الاحتلال على غربي القدس لمس أصحاب رأس المال الحاجة لوجود دور سينما في الجهة الشرقية من المدينة افتتحت سينما رغدان التي أغلقت بعد فترة قصيرة بسبب تهالك المبنى ليفتتح بجانبها سينما النزهة تلتها سينما الحمراء ثم سينما القدس التي أنشأها مسؤول أمانة القدس حينها روح الخطيب ضمن سلسلة مشاريع هدفت لإنعاش المدينة اقتصاديا واستمرت صالات السينما باستقبال جمهورها حتى انتفاضة عام 1987 تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية في القدس مما أدى إلى أغلاق صالات السينما بشكل نهائي مع الانتفاضة بسبب الأحوال السياسية بسبب الأحوال الأمنية بسبب التضييق الذي قام به الاحتلال من فرض ضرائب جديدة على دور العرض وضع الحزن الذي كان يسود الضفة الغربية بشكل عام ومدينة القدس في شكل خاص هذه كل الأسباب دفعت أصحاب دور العرض لاتخاذ قرار النهائي بإغلاق الدور العرض على الرغم من مرور سنوات على إغلاق تلك الصالات وتحويل سينما النزهة إلى مكاتب وسينما الحمرى إلى صالة للأفراح والمناسبات إلا أن مؤسسات ثقافية تحاول إعادة الاهتمام بفن السينما كمركز يبوث الثقافي الذي أخذ على عطقه ترميم قاعد سينما القدس لإحياء الحركة الثقافية والفنية في المدينة هذا المركز أيضا تحول بمجمله من قاعة تحمل اسم سينما القدس فقط إلى مركز ثقافي يتضمن مجموعة من الفعاليات والقاعة الرئيسية في قاعة سينما القدس ستحمل اسم قاعة فيصل الحسيني وهي قاعة مجهزة بتقنيات عالية وكبيرة الحجم وأيضا ستكون مجهزة لعروض سينماية إذا كان في مهرجانات كبيرة تتضمن عروض لعدد كبير من الجمهور أعادة إحياء الثقافة السينماية في القدس حاجة ملحة وضرورية من أجل مواجهة الاحتلال الذي يسعى جاهدا وبشطة الطرق إقصاء أي فعلا وطنيا وثقافي في المدينة المقدسة لبرنامج الصباح الخريق قدس دين دعنا القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر